مجدرة جديدة نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في خان يونس صباحة هذا اليوم الجديد من العدوان اليوم الثالث عشر حيث أغارت الطائرات الحربية الاسرائيلية على منزل في حارة المجايدة وسط مدينة خان يونس هذا القصف أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل في المنازل ما هي ليلة تفات؟ تدمير منازل هذه جنازة هذه جنازة هكذا تعود الناس هنا في خان يونس يأتي جثمين الشهداء وتخرج جنازات في وداع الناس يبدأون في ساعات الصباح الباكر بتشييع جثمين أبنائهم بفور بزوغ إشاعة الشمس حتى لا تتكدس الثلاجة الموتى في مجمع ناصر الطبي بالشهداء لأن أعداد الشهداء كبير ومرتفع وبالتالي يضطر الناس ستكونها كارثة بيئية فيما لو لم يتم دفن جثمين أبنائهم فهم على عجل بسرعة يقومون بدفن جثمين أبنائهم في مقبرة الشهداء يعني هذه المجزرة الجديدة هي أعتدنا في خان يونسنا منذ بداية هذه الحرب المجنونة التي تشنها إسرائيل أن نستيقظ كل يوم الصباح على مجزرة جديدة على مجزرة مروعة تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية في محافظات خان يونس وكل محافظات قطاع غزة هذا الصباح هذه المجزرة المروعة وقعت في وسط المدينة هذه المدينة هي قلب مدينة خانيوس النابض الوسط الذي تعج به المئات من المحال التجارية والمنشآت الاقتصادية ضربت فهدمت أكثر من ستة منازل في هذه المنطقة لعائلات مختلفة حتى اللحظة لا نعلم بالضبط أي بناية ضربت لأن هناك عمارات وأبنية ومنازل تعود عائلة البطة والسيقلي والمجايدة واللحام وفارس جميعها دمرت في هذه المنطقة القذائف التي تطلق على المنزل الواحد تدمر حيث سكن بأكمله وبالتالي 11 شهيدا أكثر من 30 إصابة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي الدفاع المدني سيارات الإصحاف تعمل بوتيرة عالية جدا في هذه المنطقة التي دمرت فوق رؤوس سكنيها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضحايا ومن المواطنين الذين لا زال عدد كبير منهم عالقين في هذه المنازل أو تحت إنقاذ هذه المنازل المضمرة هذا هو ما يحدث في خنيونس هذه الجريمة الجديدة هي جاءت تكرارا لجرائم سابقة قبل ساعات كان هناك جريمة في مدرسة إيواء للاجئين تابعة للأونوروة حيث استشهد خمسة مواطنين وأصيب خمسة وأربعون آخرين عندما قصفت طائرة إسرائيلية مركز الإيواء من الداخل ليستشهد خمسة فلسطينيين ويصاب عشرات آخرين خمسة وأربعون إصابة ثم المجزرة الأكثر ترويعا مجزرة الأطفال في عائلة البكري شرق خنيونس في حي المنارة تحديدا في محيط المستشفى الأوروبي عندما قصفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة البكري القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين من بينهم سبعة أطفال لا تتجاوز أعماره بالثمانية أعوام نتحدث عن عامين ثلاثة أعوام أربعة أعوام وهكذا بالإضافة إلى استشهاد ثلاثة نساء أخريات خلال هذه الغارة المميتة القاتلة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على خنيونس هكذا آخر هي آخر ثلاث غارات على خنيونس هكذا وصفها هي غارات قاتلة مميتة عشرات الشهداء من الأطفال ومن النساء أيضا كي لا أنسى كان هناك مع ساعات الفجر غارة على غرب خنيونس أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر من عشرون آخرين بجراح عندما أغارت طائرة حربية إسرائيلية على منزل عائلة بخيمر في قلب مخيم خنيونس هذا المخيم الذي يقتض بالآلاف وعشرات الآلاف من المواطنين هذا هو الواقع في المعيشي هذا هو الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الذي يعيش سكان قطاع غزة في ذل هذا القصف الشديد والعنيف والغير مبرر وفي ذل هذا القتل اليومي وعلى مدار الساعة والذي لا يتوقف أبدا شكرا